تفاجأ المراقبون بما أطلقه ريكس تيلرسون المرشح لتولي حقيبة الخارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة بانتقاده لسياسات روسيا الخارجية فالمدير التنفيذي السابق لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل سبق أن تعاون عن قرب مع روس لكنه لدى مثوله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أن موسكو تشكل خطرا دوليا تمثل روسيا اليوم خطرا وهذا أمر متوقع من أجل دعم مصالحها لقد غزت أوكرانيا واستولت على القرم ودعمت القوات السورية التي تخرق بوحشية قوانين الحرب ومن الطبيعي أن يقلق حلفاؤنا في خلف الناتو من نهوض روسيا تيلرسون الذي أكد أنه سيتبنى موقفا حازما حيال روسيا بدأ أكثر تشددا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سماه المنصب الخارجية وعند حديثه عن تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي قال علينا العودة للتعاون مع الرئيس أردوغان لأن تركيا حليفة عتيقة في حلف شمال الأطلسي في ظل انحسار قيادة الأمريكية أبدأ غضبه من الوضع واتجه إلى روسيا لأنها كانت متاحة لكنها ليست بالحليفة المستدامة الإدارة الروسية سبق أنصرحت بأنها تنهر نظرة إيجابية لتولي تيلرسون منصب الخارجية لكنها عدت وأظهرت عدم رضاها عن آرائه الجديدة على وجه الخصوص ما قاله من أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ليس شرعيا